اشتركوا في القناة ومشاركة مملكة البحرين الفرحة بأعيادها الوطنية ليس بالأمر الجديد بين الأشقاء ففور الوصول إلى الأراضي الكويتية استغبل الشعب الشقيق أشقائهم البحرينيين القادمين من المملكة بالورود والهدايا وتزين مطار الكويت الدولي بألوان علم البحرين الأحمر والأبيض والذي عكس للزائر البحريني الإحساس بوجوده في وطنه وبين أهله شركة طيران الخليج دائما تكون سباغة في المبادرة هذه اللي هي من أساسها تجدد الولاء والعطاء والوفاء لحب المملكة طبعا قمنا استغبلنا المسافرين على متن رحلة طيران الخليج اللي آتية من مملكة البحرين استغبلناهم بالورود وبالهدايا البسيطة اللي من أساسها تدخل البهجة والفرحة لغلب جميع المواطنين ومثل ما أنتم شايفين قمنا بتزين كونتر بتزين مبسط للمبادرة والمشاركة مع المواطنين الموجودين في مطار الكويت طبعا مملكة البحرين تستاهل مننا الكثير نفديها بدمنا طبعا هذه الاحتفالية نقوم فيها كل سنة واحتفال سنوين قيمة ونحرص إحنا الإدارة العامة للطيران المدني أن نقيم هذه الاحتفالية لمملكة البحرين وجميع دول مجلس التعاوم الخليجي وكذلك نتمنى الاستحسان من إخواننا الأشقاء البحرينيين ويستهلوا منك الخير هذا التوافق جسد كل معاني الحب والانتماء بين البلدين وما يربطهما من مشاعر نبيلة وصادقة تجمع الشعبين الشقيقين اليوم نفرح بفرح مملكة البحرين الشقيقة وتوجيهات قيادتنا الإعلامية وسعادة وكيل قطاع السيد يوسف نصفة خصصنا هداية تذكارية لتقديمها لإخواننا وظيوفنا القادمين من مملكة البحرين الشقيقة عبر بوابات الوصول في مطار الكويت الدولي والاحتفال في أسواق المباركية كما جرت العادة دائما نسأل الله أن يديم الفرح على مملكة البحرين الشقيقة ونرحب بهم في دولة الكويت باعتبارهم أهل الدار أول شيء أنا أشكر أهل الكويت يعني مبغربة عليهم طبعا أهل الكويت أهلنا وعزواتنا يزوهم الله خير على الاستقبول الرائع وأفروحهم أفروحنا وشكرا أيضا يعني اللفت الكريمة من طيران الخليج أيضا يعني مبعرفش أعبر يعني الاستقبول كان حلو ورائع يعني صروحة مطار الكويت الدولي بالتعاون مع الناقلة الوطنية طيران الخليج قدم للمسافرين القادمين من مملكة البحرين هداية ذكارية وأعلاما وأوشحة احتفاء بأعياد المملكة الوطنية ناهيك عن إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية والذي ربطت تراثين البحريني والكويتي في قالب واحد مميز طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين